بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لانتخاب الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد على مدار خمس سنوات القادمة وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي فيما يشير التصويت المبكر القياسي إلى أن الإقبال سيكون مرتفعا بعد حملة المرشحين الليبرالي لي جان بيونغ والمحافظ يونسوكيول وهذا بلغ إجمال عدد الناخبين في هذه الاستحقاقات قرابة الـ 44 مليون و197 ألف و700 ناخب